الميليشيا الكردية في سوريا المدعومة من الولايات المتحدة كانت موضع اتهام منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب بطرد آلاف المدنيين غير الأكراد وتدمير منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد مثل الحسكة والرقة أكثر من 13 قرية بحسب المنظمة أجبرت وحدات حماية الشعب الكردي سكانها على الفرار أو قامت بتدمير المنازل في المناطق التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم داعش هذا العام وذلك على خلفية تعاطف بعض الأهالي مع تنظيم المتطرف